هذه ضريبة العشر الضريبة التي كانت تفرضها الحكومة العباسية فيأخذون عشر الحاصل ويسمى الذي يباشر العمل العشار هذه منطقة العشار في البصرة كانت نقطة للعشارين للذين يأخذون عشر الأموال باعتبار أن البصرة ميناء البضايع التي كانت تأتي من طريق البحر هناك نقطة نصبتها الحكومة تعرف بنقطة العشار فسميت هذه المنطقة هذا الحي في وسط البصرة سميت بمنطقة العشار العشار هو الذي يأخذ ضريبة العشر وهي ضريبة مفروضة من قبل الدولة ولذا في رواياتنا من أن مجموعة من الأشخاص لا يدخلون الجنة منهم الشرطي ومنهم العشار ومنهم العريف والعريف وقد تقرأ العريف هو مختار المحلة الذي تعينه الدولة كي يكون مشرفا على أمور الناس ومخبرا للدولة بشؤون الناس ولذا فإن أشخاص لا يدخلون الجنة في الأحاديث منهم العشار الذي يأخذ ضريبة العشر العشار والشرطي وكذلك العريف أو العريف وهو مختار المحلة في أيامنا أنا لا أتحدث عن أناس في زماننا أشرح الروايات كل شخص أعرف بنفسه وماذا يفعل وماذا يصنع وكان في زمان العباسيين في أجهزة الشرطة من هو صالح لكنني أتحدث بشكل عام